اتمنى تكونوا كويسين وذكرتوا اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت عايزين نبتديه على طول عشان نهاردة عندنا تركيز كويس في الجرامر هو لطيف بس محتاج شوية تركيز شوفوا بعض الستركيز على طول يلا بي الوبجيكتبس نومبر وان learning grammar نومبر وان نومبر وان نومبر وان للاعايزين نتعلموا النهاردة تلات فرق ما بين التلاتة بنستخدمهم ازاي؟ وطبعا في الاخر drilling and practice تدريب طبعا على اللي احنا قدوا يعني يعني قدرة يعني عدم القدرة في زمن المضارع مش في الماضي علشان طبعا الصيغة حتختلف جدا الدرس ده لطيف جدا وبسيط يعني كلنا هتلاقينا عارفينه ودربنا عليه كتير قبل كده ويمكن أبسط وأسهل درس في الترم ده هنستخدم حاجة بسيطة جدا هنستخدم can يلا بينا نشوف can في في الجملة المسبتة بتكون وبعدين can وأكيد بعد بنحط الفعل فين نسمع الناس بتقول له في المصدر زي he can drive a car عندنا كلمة drive جدا في صيغة المصدر يلا بينا في الناجاتف هستخدم بدل can هستخدم can't وبرضو بعديها المصدر she can't do make up خلينا لك من do make up ها لنا قلناها المرة اللي فاتت إنه make up بتاخد do وجد برضو في المصدر نيجي في interrogative اللي هو في صيغة الاستفهام ونحطه can برضو بنعكس طبعا عشان ده السؤال وبتيجي في الأول بمعنى هل تستطيع مش كده يلا بينا can you draw a picture يعني هل تستطيع أن ترسم picture صورة يعني وسيما احنا شايفين في الثلاث مرات بعد كان جال فعل في المصدر وظهن ما فيش أبسط من كده يعني طيب تعال نعمل براكتس بصورة عليه وقف الصورة حاول تحل أعتقد دي مش ياخد منا إيدك وقت خالص حتحلها في ساعتها لطيفة يعني سهلة لطيفة نمبر بان داليا نقط سويم بط شي كان فلاي داليا كانت سويم طبعا طب بس هيقول حاجة عشان ممكن تقول لي ممكن تقول لي دونت وممكن تقول لي هازنت طيب هي دونت ما تنفعش عشان دي داليا وإزنت ممكن وهازنت ممكن طب إيه اللي هيخلاني أخد كانت طبعا بالمعنى بس أنا بقول لك لو أنت تلغبط يعني بسرعة تعرف منين كلمة سويم الفيرب بتاع سويم ده فين في صيغة المصدر إيه من الأربعة دولة يديك المصدر كانت برافو دونت برضو تديني المصدر ولكنها مش هقدر استخدمها علشان داليا مفرد مفروض تاخد دازنت يعني خلاص يلا بينا عن نمبر تو مش هنقدر نغدك معينا يعني مش هنقدر مش نقدر نغدك معينا عشان ما فيش كرسي for free اوكي أو زيادة يبقى I can swim quickly نقط you act or write a script واضح لده question فانا عايز اسؤل هل تستطيع فهقول can you number five I can not a car هو ده اللي بنكلم عليه ده اللي بيجي برضو في الامتحان هتاخد بعد can بيجي الفعل فين بالمصدر برافو I can drive a car وظن ما فيش ابسط من كده يلا بينا علي الشوية بس نتكلم لسه في تعالى نشوف شكل تاني لصورة اللي هي القدرة هنستخدم تعرف كيف أن طيب هنستخدمها في كم حالة بص كده في في الصورة المثبتة بنحط subject وبعدين no أو knows وبعدين how to زائد المصدر امتى بستخدم no no مع I with we with they with you وامتى بستخدم no شطرين انا سامعنات بتقول اهو مع hee و shee و it برافو عليكم طيب تعالى نشوف مثال طبعا احنا قلنا بيجي بعدها مصدر زي كان برضو بيجي بعدها المصدر بيقول سارا knows how to speak English سارا تعرف كيف تتحدث اللغة الإنجليزية يعني بتعرف تتحدث اللغة الإنجليزية شوف المسال اللي بعده I know how to write a script انا اعرف ازاي اكتب script ده معنى ان انا I can write a script يبقى هي هي نفس المعنى بس دي طريقة تانية طيب تعالى نشوف في صيغة ايه صيغة negative يعني negative في النفي بننفي نو نفسها بننفيها بطريقة تانية ما تقول don't know أو doesn't know طبعا don't know معروف مع I with we with they with you how to زائد المصدر مثال بسيط بيقول he doesn't know how to write stories مش عارف ازاي يكتب قصص نشوف في صيغة الانتروجاتف اللي هي في السؤال بنستخدم طبعا يا do يا does وبعدين know how to وبعدين المصدر نشوف مثال do you know how to sue ها بتعرف كيف ان انت تخيط write وبكده دي الطريقة التانية عشان عبر فيها عن الابالتي والانابالتي يبقى انا عندي كان وكانت وعندي know how to أو don't know how to فعنشوف أمثلة عليها سريعة يلا بينا وأفسورة حاولت حل هي بسيطة يعني وبعدين نرجع نشوف number one do you not how to use a computer do you no طبعا مصدر عشان فيه do number two does he know how to بعد تو بيجي برضو الفعل في المصدر play an instrument yes he is number three امام want us to know want us to know how how عايزة تعرف كيف to play the drums زيت لعب drums number four نقط you know how to spell the words do you know how to spell the words هل تعرف ازاي تتعمل استهجأ كلمة طيب نيجي على number five does she know how two how to answer the test عارف ازاي تحل الامتحان طيب نشوفه بقى الطريقة الثالثة في expressing the ability and inability ايه الطريقة الثالثة الطريقة الثالثة دي مهمة وبتيجي في الامتحان بقى زي ايه am is are able to يعني able to جاي من كلمة ability القدرة يبقى able to قادر على يلا بينا نشوفها في الثلاثة بورتز number one ادي الaffirmative ثلاث سور الصورة الاولانية الaffirmative صورة الاسبات am is are able to زائد المصدر مثال احمد is able to swim يعني احمد قادر على ان يسبح مش كده يلا بينا عايز حد يقول لي نفس الجملة هي هي تاني بس باستخدام حكتين تانيين برافو ممكن اقول احمد can swim او احمد knows how to swim صح يبقى كده التلاتة بيساوي بعض يبقى احمد knows how to swim احمد can swim احمد is able to swim التلاتة بيعبروا عن الابالتي طيب تعالا نشوف المسال البعض انا قادر على ان انا اطبخ او انا يعني بعرف اطبخ اوكي تعالا نشوف النغتب النغتب سهلة جدا هتقول غير قادر على مش قادر يمثل يعني ما بيعرفش يمثل نشوفه اخر صورة ليهم الانتراغative امويز هو are بيقى في الاول طبعا بمعنى هل وبعدين able to والمصدر هل هي قادرة على الهو هل هي قادرة على او هل هو قادر على زي is she able to play the piano or is she able to play the violin يعني هل هي قادرة على ان هي تلعب piano او الفايلان او اي حاجة are you able to swim هل انت قادر على انت تسبح يعني اعتقد اسهل اسهل grammar ممكن يجي لنا مفيش اسهل من كده في يونت 9 طيب تعالا نشوف practice يلا بينا واقف الصورة حاول تحل تعالا نشوف الاجابات معنا وهنا نكون خلصنا بتاع القدرة وعدم القدرة طبعا ده من الاز والطف اللي موجود عندنا في الترمي ده اللي هو grammar بتاع يونت 9 مجرد بس كده بعيني اقراه حتلاقي نفسك بتحل كله صح عندنا اخر حاجة عايزين نحل عليها الابالتي والانابالتي الخاصة بابل 2 هنخلصها ونحلها مع بعض يلا بينا وقف حاول تحل تعالا شوف الاجابة معاني number one number one I am نؤت talk to people at drama club I am able to شاطر number two نؤت she able to طبعا able to عايزة أبلها verb to be في زمن المدارع عشان كتب yes she is يبقى أكيد is she bravo is she able to speak English yes she is number three I not play music I verb to be دور على verb to be I am able to صح كده I am able to play music number four نؤت you able to ride your bike well ينفع قول can you able to لا طبعا ما ينفعش لكن حاقول are you حنعزين verb to be are you able to ride your bike well هل انت قادر انت تسوء الباك بتاعتك كويس وآخر سؤال هنا عندنا نؤط she able to sing verb to be افتكر is she able to sing وهنا هنخش على السؤال بتاع complete the sentences with the correct form of the words in brackets وخلي بالي انه هنا هيتكلم عن appality within appality عموما في الثلاث حالات اللي احنا قلناهم يلا بينا وقف الفيديو حل وجرب وبعدين شوف الاجابة معانا على طول number one I can not the guitar I can طبعا مش حين فاقول playing فاعتر اقول play عشان كان به بعديها برافو مصدر number two نقط you know how to climb a mountain عايزة اسأل اول do you know how to climb a mountain لو انت متلغبط في حاجة او حسيت ان انت بتحل غلط ارجع تاني two slides او three slides واقف الفيديو وارجع شوية الورا هتلاقي الكلام كله مكتوب حاول تذكره كويس عشان تعرفت حيل ده انت لو اطلغبط طيب نيجي على number three can you نقط basketball طبعا can you بيجي بعديها مصدر يبقى can you play على طول من غير two number four نقط you able to do sports هايز يحط الverbe to be اللي يجي مع you are excellent are you able to do sports هل انت قادر على انت تعمل sports number five they نقط how to swim they they know how to swim بيعرفوا ازاي عوموا number six I وعايز be يعني عايز verb to be اللي بيجي مع I من verb to be I am I am able to ride a bike انا استطيع او قادر على ان انا اسوء عقلة نيجي number seven فرح can can بيجي بعديها مصدر can cook past and number eight hadir doesn't know ما ينفعش هقول what to speak french ولكن هقول bravo how to speak french مش بتعرف تتكلم فرانساوي وبكده نكون خلصنا اخر بورت في بتاع unit nine زي ما قلنا هو لطيف جدا وال راجع بس عليهم مراجعة سريعة بعينك كده اكتر من مرة مش لازم تحفظهم هم لطافوا سهلين جدا هتلاقي نفسك اصلا عرفهم من الاول راجع عليهم حل عليهم كتير هتلاقي نفسك خلصت بسرعة شكرا نشوفك على خير مراجعين شاء الله شكرا